مواقف يصفها البعض بأنها زئبقية تلك التي خلص إليها المبعوث الأمم إلى اليمن هانس جروندبرغ في إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن المبعوث الذي نجح في تقديم صورة قاتمة عن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن تحاشى الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء معاناة اليمنيين وإدانة تصعيد ميليشي الحوثي على مأرب وحصار تعز واحتجاز الموظفين الأمميين مكتفيا بخطاب التعميم وعندما استفاد في مسألة انسحاب القوات المشتركة من الحديدة معبرا عن قلقه إزاء الآثار الواقعة على المدنيين منذ الانسحاب لم يحدد الجهة المسؤولة عن تلك الانتهاكات وهو الأمر الذي يبدو بنظر البعض جزءا من سياسات الاسترداء التي تتبعها الأمم المتحدة في تعاطيها مع ميليشي الحوثي زيارته إلى عدن وتعز كانت حاضرة أيضا في إحاطته غير أنه لم يفصح عن رفض ميليشي الحوثي استقباله في العاصمة صنعاء وهو الذي أكد بأن الالتزام الجدي بالسلام يتطلب على أقل تقدير منح المبعوث الأمم إمكانية الوصول المنتظم غير المقيد والمشروط مرة أخرى يؤكد جروندبرغ أن لا حل في اليمن إلا بتسوية سياسية شاملة توقف الحرب تبدو هذه الرؤية واقعية في حد ذاتها لكن الأهم هو الآليات الممكنة لتحقيق ذلك ففي حين يسعى جروندبرغ لإيجاد حالة إجماع دولية وإقليمية لوقف الحرب يذهب أيضا نحو إيجاد قرار أممي جديد يتجاوز محددات القرار 22-16 وذاك ما يتخوف منه اليمنيون لأن تلك المساعي قد تحمل شرعانة للميليشيا وتصدرهم للمستقبل وعليه فإن هذا التصور من شأنه أن يؤسس لمرحلة صراع جديدة قد تكون أكثر كارثية وتعقيدا